التعبير الكتابي كتابة رسالة إخوانية الصف السابع الأساسي أردت أن أكتب رسالة إلى صديق عزيز لي ليشاركني في رحلة تخييم إلى أحد جبال لبنان الجميلة وبما أن ساعي البريد لم يعد رائجا قررت أن أكتب رسالة إلكترونية وأبعثها عبر البريد الإلكتروني ما هي عناصر الرسالة؟ ألف مكان الإرسال وتريحه با اسم المرسل إليه جيم التحية دان المقدمة ها جسم الرسالة أو متن الرسالة واو الخاتمة ودباجة الختام زي اسم المرسل ها التوقيع كيف أبدأ بتدوين الرسالة؟ أولا يجب أن أدون في أعلى يسار الصفحة مكان الإرسال وتريحه مثال على ذلك بيروت في الثاني عشر من تموز ثانيا أنتقلوا إلى تدوين اسم المرسل إليه مثال على ذلك إلى بيرناردو ثالثا أدون التحية وهي افتتاحية الرسالة بحيث تحتوي التحية على إلقاء السلام واستخدام بعض الكلمات اللبقة مثال على ذلك سلام يا صديق العزيز بيرناردو أتمنى أن تكون بخير وهذه الغناصر أساسية في أي رسالة نكتبها رابعا نصل إلى كتابة المقدمة حيث أذكر مضمون الرسالة بشكل عام ومختصر مثال على ذلك أجدها فرصة سعيدة أن أعبر لك عن مدى شوق لرؤيتك وزيارتك القريبة في بشري لقد وضعت خطة كثيرة لنتسل ثويا خامسا أدون متن الرسالة حيث أذكر الهدف الأساسي من تدوين الرسالة مثال على ذلك تعلم يا بيرناردو مدى حب للطبيعة وتعلق بها ومع انتهاء العام الدراسي أجدها فرصة لخوض المزيد من المغامرات مع أقرب صديق لي سأخطط للرحلة وأجهز معدات التخييم فما عليك سوى أن توافق على هذه المغامرة طبعا ليس من الضروري تذكرك بالملابس الدافئة ليلا عندما سنفترش الأرض لنراقب النجوم سادسا تأتي الخاتمة مثال على ذلك سأنتظر ردك على رسالتي بشوق لأعرف منك إذا كنت موافقا على ذلك تمنياتي لك بيوم مليء بالنشاط والفرح سابعا تأتي دباجة الختام وفيها أعبر عن الشعور والاحترام ودمت إلى صديقك طارق سامنا أذكر اسم موسل الرسالة جهة اليسار وبعد ذلك التوقيع في أسفل يسار الرسالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر